اشتركوا في القناة في بناء الحاضر ورسم المستقبل المشرق لنهضة ونماء بلادنا وأجياله القادمة وكما هو العهد بها في كافة الظروف وعلى مر العهود ونوهت سموها بأهمية هذه المناسبة الوطنية التي تفضلها قائد المسيرة الوطنية صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدأ يده الله ورعاه قبل أحد عشر عاما بإقرارها واعتمادها كمبادرة وطنية رسمية ضمن الاحتفالات بالأعياد الوطنية المجيدة وكتذكار وطني لتقدير وتكريم العطاء المخلص للمرأة البحرينية والباعث على الفخر والاعتزاز جاء ذلك في تصريح خاص لسموها أدلت به بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي تحتفل به البحرين في الأول من ديسمبر من كل عام وقالت سموها أتوجه بشكر الخالص وتقدير العميق لكل امرأة بحرينية وضعت شأن الارتقاء ببلادها ومجتمعها وأسرتها نصب عينيها ولن تفي كلمات الشكر حقها في ظل ما تبذله من جهود مضنية في سبيل رفعة وتقدم وطنها وأضافت سموها في هذا اليوم المجيد نحتفي بالمرأة البحرينية الأم والمربية وشريك البناء الوطني وصاحبة المنجزات في مختلف ميادين العمل والإنتاج ونقف بكل فخر أمام عطائها المتصل في خدمة وطنها وأهله وأضحت سموها بأن إنجازات ونجاحات المرأة البحرينية باتت نموذجا حضاريا مشرفا وأصبحت عنوانا راسخا للعطاء والإنجاز وهي تمثل وطنها خير تمثيل جنبا إلى جنب الرجل البحريني الذي يسجل له الوطن مواقفه المشرفة في دعم مسيرة المرأة البحرينية وحماية وتعزيز مكتسباتها وأشادت سموها بتفاعل مؤسسات الدولة في كافة القطاعات لإحياء هذه المناسبة الوطنية وتنشيط برامجها في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل وبوضع نشاطاتها على جدول أعمالها وتقديم الدعم المناسب لتوصياتها ومخرجاتها وقد أعرضت سموها عن تقديرها لمساهمات المرأة البحرينية المتميزة في المجال الأكاديمي سواء من حيث النسب العالية التي يشهدها القطاع لها بتقلدها للمناصب القيادية الرفيعة ولحصولها على درجات علمية متقدمة في مجال التدريس الجامعي وبإقبالها الجاد على البحث الأكاديمي وانخراطها في عضوية الهيئات والمراكز الدولية وأوضحت سموها بأن ذلك قاد أيضا إلى إقبال متزايد للمرأة البحرينية في مجالات علوم المستقبل وبما يسهم في دعم توجه اقتصاد مملكة البحرين نحو التحول الرقمي هذا وقد أنابت صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله سعادة الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيس المجلس الأعلى للمرأة لحضور الاحتفال بيوم المرأة البحرينية الذي جرى تخصيصه هذا العام للمرأة البحرينية في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل حيث جرى الاحتفال بقاعة الشيخ عبد العزيز بن محمد آل خليفة في جامعة البحرين وخلال الحفل ألقى سعادة الأستاذ الدكتور رياض بن يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين كلمة ترحيبية أكد خلالها تشرف الجامعة باستضافة احتفال يوم المرأة البحرينية لهذا العام برعاية صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدة لحفل يوم المرأة البحرينية مشيرا إلى أن اختيار موضوع التعليم العالي وعلوم المستقبل كشعار يدعم خطة الجامعة التطويرية 2016-2021 التي وضعت علوم المستقبل نصب عينيها وتعمل جاهدة مع شركائها الوطنيين والعالميين لتكون مملكة البحرين رائدة في علوم المستقبل التي باتت محط الاهتمام العالمي وميدان المنافسة وعنوان التقدم موضح أن نسبة الأكاديميات في جامعة البحرين بلغت 41.5% من إجمال الأكاديميين فيما تجاوزت نسبة الطالبات 65% من إجمال الطلبة بعد ذلك تفضلت الدكتورة الشيخ مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيس المجلس الأعلى للمرأة بالنيابة عن صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس حفظها الله بتكريم الرائدات في مجال العمل الأكاديمي كأوائل الحاصلات على المناصب القيادية وأوائل الحاملات للدرجات الأكاديمية كما تم خلال الحفل عرض فيلم توثيقي قصير بعنوان المرأة البحرينية والتعليم إشراقات مبكرة وريادة وطنية كما تم عرض إيجاز مرئي لأهم مخرجات يوم المرأة البحرينية لهذا العام كان للمرأة البحرينية حضور لافت ودور بارز في دعم وترسيخ مسيرة التعليم في البحرين على مدى العقود الماضية وتمكنت من التفاعل مع متطلباته ومستجداته في المراحل كافة فأصبحت للمرأة بصمات واضحة على مسيرة تعليمية ثرية بإنجازاتها لذلك خصص المجلس الأعلى للمرأة يوم المرأة البحرينية هذا العام للاحتفاء بالمرأة البحرينية في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل بما يضيف بعضا جديدا يتمثل في ضرورة إعداد المرأة البحرينية لمجالات علوم المستقبل منذ الإعلان عن الموضوع الذي تفضلت باختيارة صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس العالي المرأة يحرص المجلس أن يضع برنامج بفعاليات ونشاطات التي من خلالها نستطيع أن نستكشف مسيرة المرأة البحرينية في المجال الذي تم اختياره وطبعا هذا العام هو مجال المرأة في العمل الأكاديمي مجال التعليم العالي وحرص المجلس أن يزاوج ما بين التعليم العالي وعلوم المستقبل على اعتبار مع هذا الكم من الثراء الذي لدينا من المنتسبات في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية نجد بأنه من المهم بأن يتم توجيه هذه الخبرات وهذه الكفاءات نحو مهن علوم المستقبل وقد جرى تخصيص يوم المرأة البحرينية هذا العام للاحتفاء بعطاء المرأة في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل يعني هذه التكريم صراحة وسام يوضع على السدر والمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملك الأميرة سبيتشة بن تبراهيم الخليفة حفظه الله صراحة ومنذ تأسيسه بقيادتها الحكيمة والمثابرة لرفع كل ما يعني المرأة البحرينية صراحة أوصل المرأة لمصاف دولية في الواقع أشعر بكثير من الاعتزاز والفخر والامتنان لصاحبة السمو الملك الأميرة سبيتشة بن تبراهيم الخليفة حفظه الله قارنة جلالة رئيس الملك المفدى ورئيس المجلس على المرأة لهذه المبادرة بتكريم النساء العاملات في مجال التعليم العالي وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على حرص سموها وتقديرها للعلم وللعلماء بسم الله الرحمن الرحيم هذا التكريم أنا اعتبره يعني شرف كبير لي إننا إحنا كبحرينيات أخذنا مكاننا في مجتمعنا في خدمة مجتمعنا وهذا واجبنا وطبعا هذه بفضل غيادتنا الحكيمة وبفضل طبعا الجهود الكريمة التي تبثلها صاحبة السمو شيخة سبيتشا الأميرة سبيتشا لأنها دائما سباقة في تقدير المرأة البحرينية وتقدير جهودها هذا اليوم احتفاء يعني يعتبر كحصاد لعلمنا وجهدنا على مستوى كبير ونشكر المجلس الأعلى للمرأة على هذه الفرصة الطيفة للاحتفاء بأبناء البحرين وبنات البحرين بالتأكيد يعني بشكل محدد وهذا يعني بالعكس يمكن فرصة عشان نأكد أن المرأة متى أعطيت الفرصة ومتى أعطيت البيئة المشجعة بالنسبة إليها ستقدم المزيد إن المجلس الأعلى للمرأة باحتفائه بالمرأة في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل قد وثق مسيرتها في هذا المجال وصلت الضوء على الفرص المتاحة لاستدامة مشاركاتها في قطاع التعليم العالي من خلال إبراز أهمية التعليم الفني والمهني للمرأة وتدليل كل التحديات من أجل دخولها لميدان علوم المستقبل والتفوق به بجدارة إن اختيار المجلس الأعلى للمرأة للاحتفاء بأوم المرأة البحرينية في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل جاء بهدف تسليط الضوء على ما وصلت إليه المرأة في هذا المجال تحديدا ومن جهات أخرى توحيد الجهود المستقبلية لدعمها ودفعها بشكل أكبر وأوسع نحو علوم المستقبل سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين